اشتركوا في القناة او مسابقة واحدة هنعرض لحضراتكم افضل عشر فحول في عروض الجمال في عام 2022 والترتيب هنا من حيث الدرجة اللي حصل عليها كل فحل في التقييم في اقوى البطولات العالمية قبل ما نبدأ ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان نصلك كل فيديوهاتنا ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد ان شاء الله افضل عشر فحول في العالم في عروض الجمال لعام 2022 ترتيب على حسب الدرجة او التقييم رقم عشرة الاسطورة وادي الشقب ابن الاسطورة مروان الشقب من الفرس او اف دابليو مشعل موليد عام 2010 انتاج وملك مربط الشقب في قطر حصل على المركز الثالث في كلاس الفحول اكبر من 11 سنة في مهرجان قطار الدولي بتقييم 93.56 من ميت رقم 9 الاسطورة شانجهاي اي اي ابن الاسطورة دابليو اتش داستس من الفرس سليمة اي اي موليد عام 2008 انتاج مربط اكوس ايربيانز في اسبانيا وملك مربط عجمان في الامارات حصل على لقب البطل الزهبي للفحول في بطول الدبي الدولية وتقييمه في العرض 93.75 من ميت رقم 8 بطل العالم الاسطورة اي اس حرير ابن الاسطورة اي جي دينار من الفرس تي اف ماجنوم زي ماجيك وهو موليد عام 2011 انتاج مربط الامارات وملك مربط السكران في الامارات والكويت حصل على البطل الفضي للفحول في مهرجان كطار الدولي وتقييمه في العرض 93.83 من ميت وحصل على البطل البرونزي للفحول في كاس كل الامم باخن في المانيا وتقييمه في العرض 93.38 من ميت رقم 7 الفحل البطل اي اس برينس ابن البطل اي اس سراب من الفرس رغد الناصر موليد عام 2016 انتاج وملك مربط الامارات حصل على البطل الزهبي للفحول في مهرجان الشرق الدولي بتقييم 94 والبطل الفضي في بطول الدبي الدولية بتقييم 92.83 من ميت رقم 6 بطل العالم الاسطورة المصري ناسيم الراشدية ابن الاسطورة العديد الشقب من الفرس نبوية الزين موليد عام 2014 انتاج وملك مربط الراشدية في البحرين حصل على البطل الزهبي للفحول في مهرجان كطار الدولي للخيل الجزيري والمصري وتقييمه في العرض 94.6 من ميت رقم 5 البطل العالمي الفحل شكار بيجسس ابن البطل شايز المدان من الفرس جميل بيجسس وهو موليد عام 2012 انتاج سبوليو رؤول لزيانو في البرازيل وملك عبد الرحمن الشهري في السعودية حصل على المركز الرابع في الطولة منتون الدولية بتقييم 94.8 من مية والبطل الفضي للفحول في مهرجان الامير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتقييم 92.8 من مية رقم 4 الاسطورة اي كي اس اليهاندرو ابن الاسطورة مروان الشقب من الفرس او اف دابليو سايلويت موليد عام 2010 انتاج مربط الكاسون في جنوب افريقيا وملك مربط الجاسمية في قطر حصل على البطل الزهبي للفحول في مهرجان قطار الدولي وتقييمه في العرض 94.39 من مية رقم 3 الفحل الاسطورة اليكسندر ابن الاسطورة اكسي كاليبر اي اي من الفرس اي ار موست الريزيستابول وهو موليد عام 2014 انتاج فرانسيس بوتلر وبراندي كارسون وملك مربط السيد في السعودية حصل على البطل الزهبي للفحول في بطولة منتون الدولية بتقييم 94.25 من مية والبطل الزهبي في كاس كل الامم بتقييم 93.67 من مية والبطل الزهبي في بطولة العالم في باريس بتقييم 94.43 من مية رقم رقم اتنين الفحل البطل اتش ال الغنادور ابن الفحل اتش بي شاكر تي من الفرس لونكو باي ماريا موليد عام 2016 انتاج داتش ماثاي في تشيلي وملك مربط هنايا في سويسرا حصل على البطل الفضي للفحول في بطولة منتون بتقييم 94.50 من مية والبطل الفضي في كاس كل الامم بتقييم 93.88 من مية والبطل البرونزي في بطولة العالم في باريس بتقييم 94 رقم واحد الاسطورة اكسي كاليبر اي اي ابن الاسطورة شانجهاي اي اي من الفرس الرائعة اسنس اوف مروان وهو موليد عام 2011 انتاج مربط اكوس اربيانز في اسبانيا وملك مربط السقران في الامارات والكويت حصل على البطل الزهبي للفحول في مهرجان الامير سلطان ابن عبد العزيز الدولي وتقييمه في العرض 95 وعشرين من مية والبطل الفضي في بطولة العالم في باريس وتقييمه في العرض 94 و36 من مية وبكده نكون انتهينا من حلقات افضل الفحول في العالم لعام 2022 واستنونا في حلقات افضل الافراس ان شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واستنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخلو العربية نتمنى الفيديو يكون عجبكم ياريت ما تنسوش اشتركوا في القناة ولايك للفيديو وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة